اشتركوا في القناة طيبة لهم ضرورية جداً فهم كغيرهم من بني الإنسان إذن موضوع أحلقتنا لهذا اليوم فلن التعامل مع الأشخاص للأحتياجات الخاصة رح نتقش بهذا الموضوع مع الباحثة الاجتماعية السيد شفاء الشمري صباح الخير وصباح العافية السيد شفاء صباح واردو الياسامين عليكم صباح الخير وعافية عليها السيد شفاء أهلاً مع السلام بيك سيد شفاء بداية موضوع الأشخاص اللي يعانون من حالات الخاصة وأكو بعض الأحيان نشوفك حالات صعبة صعبة التعامل بياها لأنه قد تكون الحالة الخاصة بالشخص واصلة إلى حد ما فبداية أريد نتعرف اليوم ما أهمية التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بصورة جيدة إذن نحكي أول شي نعرف أنه الإعاقة أو ذوي الاحتياجات نحن بعد كلمة الإعاقة بعد ما نطلقها على الناس نعم مستحيل طبعاً ذوي الاحتياجات الخاصة قد تكون عاقة عقلية يعني بقصدي أنه مثلاً اليوم الشخص اللي يقدر يفكر بصورة سليمة وليمتلك كل شيء بصورة سليمة دعينا من أنه فاقد واحد من أعضاء جسمه أو شيء بس اليوم العاقة الجسدية ما تخلي الشخص بالأكس هم من دول الهمم اللي ممكن بالوقت الحاضر نشوفه من أكثر الناس اللي واصلين واللي عندهم تفكير واسع واللي وصلوا إلى مناصب هم من دول الاحتياجات الخاصة ووصلوا أماكن يعني يمكن الشخص الاحتياج اللي ما بي شيء سليم ما وصل لها فإحنا اليوم الموضوع اللي نحب نحكي به هو التنمر على هذه الشريحة من المجتمع طبعاً التنمر هو أحد أخطر المشاكل اللي يتعرض إلها دول الاحتياجات الخاصة دول الاحتياجات خاصة لكن إحنا لو نجع التنمر هو جاي يشمل جميع طبقات المجتمع وليس فقط فهي مشكلة دي وجه المجتمع بصورة عامة وليس فيها خاصة من يعني شريحة من المجتمع لكن عند دول الاحتياجات تكون أوسع أو أقصدهم أو أقصدهم لأنهم يكونون أولاً أنه بيقدرون يدفعون عن نفسهم صح هاي بالدرجة الأولى والشخص المقابل اللي جاي يتنمر عليهم هو لغرض التسلية والاستهزاء لا أكثر ولا أقل فلازم إحنا يعني انسن القوانين تكون لهم حرية لهم قوانين تحميهم من هايش أشخاص يتنمرون عليهم لاحظة أن بعض الدراسات اللي درست هذه طريقة التنمر أو نقول أنه أصحاب دول إعاقة يتعرضون للتنمر والعنف مرة ونصف أكثر من الأشخاص العاديين أكي نعم إذن إحنا شون نقدر نضامنوا إياهم وساعتهم نتخليهم يتغلبون على هذه الأشياء السيئة اللي متمثل اللي كل يتمثل البعض لما يتعرضوا لها وحضرت وش قلتي إنه يعني هم يتعرضون أكثر من مرة ونصف ولازم سن القوانين إحنا ما عدنا قوانين تحمي دول إحتياجات الخاصة عدنا قوانين بس قوانين كليش ضعيفة كليش ضعيفة مفعلة أصلا لهم مفعلة هي مفعلة بشكل بسيط لا تتراهم مع الوضعية اللي هسه إحنا بها إحنا التنمر مرات مو تجي من الأشخاص البعيدين التمر التنمر عفو يجي من داخل الأسرة يعني شوف إنه الشخص اللي عنده إذن حضرتش واجهتي مثل هذه حالات إنه شخص عنده احتياجات خاصة يتعرض للتنمر من قبل أهله ذوي أخوانه نعم وشون واجهتي هذه المشكلة بكون حضرتش باحث اجتماعي نعم إحنا ممكن هسا لو اللحظ وسائل التواصل الاجتماعي جاي تطهرنه هواي صح تعنيف اللي يحدث هذا الشريحة طيب معظمهم من الأهل هما الأهل صح بداخل الأسرة الوحدة طيب يشوف إذا عنده معوق أو ذوي احتياجات أو أي صفة نصفها بها يشوف أنه أول شيء هو اللي يتنمر عليه هو اللي يهمله يعني إذا عنده أخو صاحي ما بيشي شوف الاهتمام للشخص الصاحي ويعوف الشخص اللي عنده يحتاجه يهمله حتى العلاج ما يوفره يقول لك يعني هو ما يحتاج شوف إذا الأمراض البسيطة مثلا إذا صار عنده فلوانزة هم ميداري يهمن يهمن ويعزله يعني إذا شخص مثلا عنده بالبيت يقول له أنت إذا جاءنا خطار لا تطلع له يتوصل لهذه الدعجة نعم حتى ما يوفر لأي غذاء حالة حالة الشخص الموضوع العكسي المفروض يصير ويهذا الشخص اللي يعاني من الحالة المرضية ما هو دور الأسرة يعني اليوم اتجاه يعني الدور الصحيح يعني قد تكون اليوم جواب على هذا السؤال هو رسالة تتوجه من خلال الشاشة لكل الناس يقول نسبعني يعني أنا أحكي لك إذا أنا عندي الشخص من ذوي الاحتياجات داخل بيتي يتكون معاملته خاصة معاملته خاصة بالأسلوب بالكلام بالرعاية اللي أنا ممكن أني أرعي لأنه هو يكون لاحة والولا قوة بالضبط نعم نعم سيد شفاء احنا اليوم نشوف أكو دار رعاية المسنين دار رعاية الأيتام اليوم أكو دار رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة متوفرة بكل العراق موجودة موجودة بكل العراق وموجودة وموفريهم يعني رعاية طبية موفريهم سكن لكن مو بالمستوى أستاذ أسألش لكن مو بالمستوى بالمستوى اللي هم أصلا يستحقوا مهتمين بيهم يعني فعلا الاهتمام اللي هو يوجب عليهم أن يهتمون بي حتى يحظوا على صحتهم ممكن حتى يعالجوهم من المعالي العاقة اللي أصلا يواجهوها الأفقاس دور الدولة دور الدولة هذا الموضوع كلش ضعيف ممطيهم استحقاقهم للأسف للأسف يعني لأن هذه الدور موفريهم مكان بس لو تروحين أنا ما أحكي على كل المراكز أحنا نتناول الجانب السلبي والإيجابي إذا دخلينهم تلقوهم صحيح موفريهم مكان بس مو كل السبل الراحة اللي بي رعاية صحية قليلة يعني بهذه هسة الأجواء الحار إذا طبوين معظم المراكز المؤهلة لهم يعانوا من الحار من قلة النظافة هو الشخص محسسي أنه هو بغربة إحنا المفروض يجي مراكز يحسسون نص أهلهم نص يعني بيئتهم إنه هم معرضين إنه يعني إنه طالعين من مجتمع رافضهم بجاين هاي المراكز حتى يحتوهم صح للأسف إنه نلقى ممتوفر هاي الأشياء طبيعا ما عملت تكون إنسانية لو عملية يعني اليوم القضية الإنسانية والجانب الإنساني لازم يكون مفعل لكل الأشخاص العاملين بهذا المكان خصوصا يعني أنا اليوم من أجي أريد أشغل شخص بمكان يرعى أشخاص هو رعاية نعم هو إسم رعاية يعني لازم يكون إنساني أكثر مما يكون عملي فموضوع الإنسانية مفعل وموجود مفعل بشكل بسيط وقليل يعني هاي يبقى الإنسان هو هو ضميرة صح يعني أنا ما أعتبرها أنه هاي وظيفة أنه وظيفتي خلاص أخذ راتب عليها لا بالعكس ليش ما أتعايش وياهم ليش ما أشوف مشاكلهم ليش ما أشوف هم وشين اللي يعانو من عنده المفروض هي هاي مو أنه كوظيفة عادية بالعكس هاي يرادلها قلب حنون وعطوف على الأشخاص زين على هذه المراكز أكون رقابة أكون لجانة وشكل بين حين وآخر حتى ينقلون للجهات المعنية الواقع المرير اللي داعي شو ذوي الاحتياجات الخاصة نعم نحن بالنسبة لهاي المراكز هي تابعة كلها لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية طيب وأكيد هم أدهم يعني أدهم يعني لجان بين فترة وآخرى يبحثون عليهم ويشوفون بس إحنا الإمكانيات قليلة للأسف يعني المفروض يخلوهم ميزانية خاصة يعني هي شي يوفرهم الرعاية المناسبة رعاية أنه أكل وشرب وأكوة الأساليب الحديثة المتطورة الجانب النفسي تكنولوجيا اللي داخل يعني الدول كلها المفروض دخلوها للعراق أنه يحافزونهم حفزون يعني تفكيرهم وأيضا يكتشفون حتى مواهبهم وقدراتهم الثانية وينموها ويستفادون حتى ملعتها نعم نحن 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 نعاتب على الدولة نعاتب على الأشخاص هم داخل الأسرة مثلا نحن نشوف أن بعض الأخبار اللي جاي تنطرح أنه قتل ابن المعوق يتصل لهي شي درجة أنه يعذبه أو يقتله أما أنه يقول لك أنه هذا يسيء للمجتمع أو لأسرتي أنه عدي شخص معوق داخل الأسرة أو أنه يقول لك هو معوق أنا أريد مرات يعني يعني فعلا معلومة أنا أقتله حتى هو يرتاح لأنه هو معوق وما ملومة هاي حجه حتى يتخلص من الهم مالته أنا بس أنا أشوف أنه موضوع العناية بالأشخاص اللي يكونون من دوي الاحتياجات الخاصة يعني يقع على جانبهم جانب يقع على الأسرة جانب يقع على المكان نفس اللي قد يكون ديت عالج بي أو ديت لقى مثلا الدروس بي أو هي اشتفاصي لأن اليوم لازم يكون في التعاون بين الأسرة وبين المكان اللي قزة اللي يستفاد ويتنمى من عنده صحيح فهذا الموضوع أنا شون أقدر أفعل اليوم يعني اليوم أتوقع خلنا نقول مو الكل البعض من الأهالي يخلون أبنائهم يروحون للمدارس الخاصة والمراكز الخاصة حتى يخرصوا من عندهم نعم والبعض الآخر لا يعني يظل يمتابع الحالة الخاصة بأبنائهم وإلى تشوفين أن الموضوع بدأ ينعكس على حالة النفسية وبدأ يتحسن نعم أستاذ هو بالنسبة أشوف يعني أستاذ إذا أنا عندي شخص من ذوي الاحتياج الخاصة أنا ما أقدر أجيب حالة حالة طلاب الباقي أكيد لا مستحيل يعني رح يصير تنمر أصلا أحيز مدارس خاصة أول شي شنو هي سلبيات نجد تنمر سلبيات أول شي أنه حاسسة بقلق حاسسة بارتباك حاسسة أنه رح يقلل تركيز الدراسي ليش لأنه رح يكون يحس نفسه أنه هو فتشي مطبيعي مثل الباقين مرات بسبب هذا التنمر أنه الشخص لو الاحتياج الخاصة يصل إلى درجة الانتحار ليش بسبب أنه أصدقاء يضحكون عليها أو ينمرون عليها فإحنا ما نقدر نخلي شخص عادي ويشخص يعني بهي شي حاله المفروض أنه أكو مراكز خاصة هي تتوفر هذه المراكز ذوي الاحتياجات مدارسهم خاصة مناهجهم يعني أنا المنهج اللي أخليه للطالب الصاحي والما بيشير مثل المستحيل لا مستحيل فإحنا أنا يقع هنا الجانب على آتق الأهل موضوع تعاوني لو يختارون طبعا الأهل المهتمين بأولادهم وما يميزهم يعني أخ عن الآخر لأنه بالعكس إذا يتميز فهو يتميز بالإحسان بالاهتمام لازم يخلوه ينضم البيئة تشبه بيئة على الأقل عزيزة اللي ما عنده إمكانية ليوفر الإبنة هيتشي إحنا أنا لازم أكو مثلا الرعاية الاجتماعية أنا ما عندي شون أنا وصلها طيب أطر أني أخلي بنفس المدرسة لا طبعا هناك مدارس خاصة بالضبط دول الحكومة أنا أتكلم عن هذا الجانب اليوم اليوم راتب الرعاية الاجتماعية صراحة شيء لا يذكر ببلد إحنا غني ممكن كل شهرين مرة لو كنت تشكوه أو معرفش ممكن مئة ألف معرف مئة وخمسين والبعض يقولون خمسين نستحن نقول هو شقد جاي يستلم شقد جاي هو سوى شهريا معيب أصلا سوى شهريا شهريا هو الرعاية تختلف تقريبا شقد يعني بالنسبة لذوي الإعاقة ذوي احتياجات الخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة لا مرات تجي أكيد بالعكسان من المناصرين من ذوي الاحتياجات المعاصر الراتب مالسه 170 ألف يستقطعون عندما يستلم يعني يستلم 168 بس على شون يستقطعون يعني من تستلم استلام بمراكز الاستلام يعني يعني أولون على هاري 167 168 يعني أولون على هاري على 2000 كلتاعلة في زينار نعم هي 167 ألف إذا نريد أن نقيسها على الواقع اللي نعيش بي نحن خلي نقيسها بداية على الأشخاص اللي يكونون من ذوي الاحتياجات الخاصة ولعدهم منازلهم الخاصة أقل أمبير للمولدة حتى يوفر نفسه كهرباء فتوقع سعره 20 ألف دينار 25 ألف 25 ألف دينار يعني عندنا موضوع اليوم موضوع التخطيط هو موضوع كل شي مهم ويا ريت من الجهات المسؤولة هو ذوي احتياجات خاصة يعني روح الطبيب واحد ما يكفي رأس بالرعاية في اجتماعي يعني بس إذا فات للطبيب خلص هو بعد رح يبقى الكشفية الكشفية بس هو ما حيبقى لفلوس للعلاج إذن أكو مناشدات ترفع حتى طالبون بخطبهم مو من قبل الأهل لا من قبل منظمات أنا هم رئيسة منظمة إنسانية شنو جدا تقدموهم شنو جدا تقدموهم الأهواء الناشد يعني ذوي الإختصاص أكون منهم اللي يستجيبون أكون اللي ما يقدرون يعني يستجيبون على يعني يقدموا مساعدة شخصية بعض الحالات أنا بالنسبة لي أنا أقدم كمناشدات لبعض الحالات يعني أشوفها يستحقون يشملوهم براتب بس هي أكثر من الراتب ما يقدرون يشملوهم أكثر مثلا نساعدنا ذوي الاحتياجات اللي يحتاج لكرسي اللي يحتاج لسكن اللي يحتاج له يعني هواي أمور أدوية خير من يقدر إحنا موضوع السكن مهم يعني بدل ما تنطير راتب نوفر نقدر نوفر مجمعات اليوم عندنا هواي مساحات متركة بالعاصمة بغداد بالأطراف بالمناطق يعني السكن واجب على عاطق الحكومة والراتب واجب يعني حتى إذا راح يسكن بالبيت ميريد يأكل ميريد يشرب ميريد يروح بمراجعة الطبيب يعني هنا دور منظمات المجتمع المدري ومنظمات الإنسانية شونا؟ والله إحنا كمنظمات إحنا نستجيب للمناشدات ونوصلها للجهات المختصة إضافة إحنا إدنا شهريا نقدم إعانات لذوي الإحتياجات الخاصة سواء كانت مادية أو سلات غذائية يعني إحنا وياهم وياهم بس على قد الإمكانية أكيد ما حتكفي إذا جاء دولة كبرها بميزانيتها مجاية تقدر نساعدهم إحنا كمنظمات لنقدر نساعدها نقدم لا أكثر ولا أقل ذوي الإحتياجات الخاصة إحنا متابعين كنا على موقع التواصل الاجتماع اليوم حققوا كثير حتى أن النجازات البعض بهم مثل البلد ببطولات معينة برياضات معينة بمسابقات معينة ناس مثقفة ناس مثقفة يعني اليوم واجب علي أن أدعم كل الشريحات حاول أن ترفع من اسم البلد زياني اليوم دعا أشوف السين من الناس مقدم لي خلأ أقدم لي ولولي شي بسيط حتى هذا الموضوع أنه أترك بداخله حافز صحيح أترك بداخله تشجيع على أنه أنا مناسي أنطي أمل الغيرة أنطي أمل يعني هذا أوكي اليوم من مثلا تقدر ومن تكرم بمثلا جائزة معينة بمبلغ مالي بسيط حتى تشجيع إن شاء الله ثانية تشجيع يشجع صديقة على أنه يصير مثله ويصير يجوز أحسن من عنده شوف بداية حديث سيد شفاء ذكرتي أنه يكونون هم يتميزون سبحان الله يعني رب العالمين يميزهم بذكاء أو بموهبة معينة أغلب الدول العربية وحتى الغرب دول المتقدمة أنشأوا أماكن ينمون بها قدرات ويطوروها ويستثمروها ويشغلون أيديهم للدولة يعني هم حتى استثمروا هذا الجانب نشوف دائما المسابقات اللي يسوون مسابقات لأصحاب الهمم والجوائز والبعض تولى مناصب مهمة أصلا المؤسسات ووزارات الدولة ما نحكي على العراق طبعا نحكي على الدول المتقدمة اللي يهتمون بكل مواطن وتحديدا لو الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم احنا شنو اللي يمنعنا انه احنا نهتم بهذه الشريحة وننافس الدول الأخرى وأيضا اليوم أصحاب الهمم يروحون ينفسون هذول الأشخاص دولتنا دولة خير ما هي عن مشكلة احنا البلدان النفطية اللي العالم تفسدنا أين تكمن العلة؟ الألة بال ما التخطير ما التخطير الألة انه للأسف يعني فلوسنا يعني ما جاي يستثمرها داخل البلد ما جاي يطون حقوق الناس لا أكثر ولا أقل يعني باختصار يعني كثيرين على قيد الحياة قليلين على قيد الإنسان يعني هسا مثلا هسا أكو قرار أنه اللي أقل من 74 يعيدو له فحص من 74 شنو؟ يعني تقريب إذا عنده عجز 74 يعيدو له الفحص إذا شافه ما يستحق ما يطوه هال 170 ألف يعني هو هذا شخص عنده إعاقة يعني مهما يكون يعني هو عنده إعاقة معينة يعني محتاج الراتب يعني هل أنا أمشي على نسبة 74 أقل من نسبة 70 أسوي لمشاهدة ثانية وأقطع الراتب عليه يعني يعني يقولون ما يحتاج مهما عاية راستهم وتخططهم الإنسانية يعني هو المقرض إذا عنده 20-30 مع الأسف مع الأسف مع الأسف أكون نسبة عجز بالموضوع يعني هذا الإنسان غير قادر على فعل شيء ما فأنا اليوم واجبي أقدم له صحيح بس إحنا ريد اليوم نحدث العاقل بما يقل أيجوز أن أتعامل ويا المواطن أحنا ما نقول سليم ومسليم بس قد تكون ظروف ما خلت هذا الشخص يعني من حالة معينة وصار يدرج من ضمن الأشخاص الذوية الاحتياجات الخاصة هل يجوز أنا أقارن هذا ويا هذا يوم أمس من المفارقات السعيدة ببلدنا العظيم على مواقع التواصل الاجتماعي وأعتقد أنتوا شاهدتوا هذا الولد الذي كان أصلا موجود بدار الأيتام الذي عمره 18 سنة مرمي بأحد ممرات المستشفيات بمكان للعزل هو عنده جنجري بالضبط فالأطباء مدين نطول رعاية كافية ولا حتى العلاج شخص سئل أحد الأطباء وهي حقيقة وموجودة موجود الشخص بأحد المستشفيات أنه ليش متونطول العلاج يقولوا بعد ما يحتاج العلاج غيره أو لبي ننتظر لحد ما يموت نايم على فراش وصخ الأرض الناس يصدقون عليه بالطعام في حين هو المستشفى حكومية من دون ملابس وإحنا بلد الخير اللي الناس والدول كلها تيجي تستثمر عندنا عندنا الشغلات صارت عادية حتى لو تطلع مواقع التغاصل يعني قبل كان يتلافوها وين هذا الشخص ويروقوه لساعدهم عادي لا نحن نحن نتعلم المقاطعة سيد شفا هذا الموضوع سيأخذنا الموضوع آخر لازم نركز كل أربع سنين يطلعون الناس يدعمون بالبطانيات البطانيات التي لا تستطيع من العجل احنا خلي نبتعد عن هذا الجانب هس احنا نأول على أصحاب الخير اللي عندهم الجانب الإنساني موجود وعلاقية الحياة ويساعدون غيرهم طيب اليوم شو ممكن انه احنا نقدر نتجنب كل الطاقات السلبية والحالات التنمر وننهض بواقعهم بقل الإمكانيات اللي احنا دا نواجهها هو شو فيه لازم اول شي لذول الاحتياجات انفهمه شون التنمر انفهمه إذا هو شوية عندك قابلية الاستيعاب والإدراك متمم يعني هل نقدر نوصل الهياة انفهمه شنو سلوكيات التنمر شلون يدافع عن نفسه شون يحمي نفسه من التنمر ومو بس يحمي نفسه ومو بس هو يتعلم يجوزين قل خبرته لأشخاص ثانين انه شون يواجه التنمر اضافة انه دور الإعلام كلش ضروري الإعلام انه مفروض يعني انتو هم كاكا قنوات معروفة انه اقوى بعض الإعلانات انه شون يهتم بالذول الإعاقة والله بصراحة يا سيد شفاء يعني احنا بدورنا كقنات وكعاملين وكفنيين وإدارين وكل العاملين بالقنات نحاول قدر الإمكان ان ندعم الأشخاص اللي يكونون يعانون من حالة معينة ندعم كل أشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانوا يمتلكون مواهب كانوا يحبون يوصلون في صوت معين يحبون يوصلون في كلمة معينة يعني دائما رح نكون حاضرينوا ياهم ودائما دائمين لهم بس يعني للأسف نحن نعتب على باقي الناس اللي تكون عندهم الإمكانية الأكثر ويكونون الأقرب للصورة وأنهم أصحاب القرار بس سبحان الله أحيانا أصحاب القرار غير قادرين عن اتخاذ أي قرار طبعا فهو هذا المشكلة أمرا موبيزة هذا هنا تكمن المشاكل الحقيقية أنه بعض الأشخاص غير صحيحين في الأماكن الصحيحة لكن الأشخاص غير صحيحين وما يستحق وهو غير مؤهلي فعلا صحيح نتحدث نرجع على دور المنظمات الإنسانية شنو هي ممكن الأشياء اللي أنتوا تقدموها للشخص دول الإحتياجات الخاصة حتى يتصدى لهذا التنمر أنت قلت اليوم أنه لازم نعلمه شوان يتصدى له شوان يحمي نفسه شوان يدافع على نفسه يعني بشرح مختصر شنو ممكن حتى الأهل اللي تعبقونه شنو ممكن اليوم يقدمون الأولادهم حتى يعلموهم هذه الطرق والوسائل للدفاع عن النفس مواجهة التنمر نحن كمنظمات إنسانية نعلم الأشخاص عشكوا دورات يعني قيموها؟ نعم دورات بين فترة وأخرى نعلمهم شوان يواجهون المجتمع عفوا المحاضرين اللي يقدمون هذه الدورات ناس مختصة نعم مختصة بألم النفس نعلمهم أول شيء أنه شوان يواجهون المجتمع إنه ما يخلون اليأس والقلق يدخل بحياتهم نعلمهم إنه لازم يواجهون إنه هذا يعني هو أمر الله بس إنه ما ينخلي الإعاقة فالسبب إنه يتراجعون وإنه ما بالأكس من الإعاقة ممكن أنه نتطور يعني هنانا الجانب الأساسي الجانب النفسي نشتغل على الجانب الجانب النفسي الشخص إذا تشوفين نفسيته مرتاحة شوفين يبدع بس إذا هو تعبان وقلق وصرع الدحالات نفسية تجرى لأمور أخرى صحيح زيان فإحنا كإنسانة أراعي هذه الأمور إنه أول ما أبدأ ببيتي إنه أعلم أولادي إنه يعاملوهم إنه الكلمة الطيبة صدقة حلو إنه عاملهم إنه أساعدهم إنه شون يساعدوهم شون يعني بكل الأمور أساعدهم هي ترى مو بس المساعدة المادية ممكن إنه أشوف أنا شخص يائس طبعا إذا يتنمرون علي ويضحكون علي ويستهزئون به طبعا إنسان شي يصر حتى يحتمال إذا هو كان طالب يدامه بمدرسة يقول لك أنا بعد ما أحب أروح للمدرسة صحيح أنا أعلمه إنه صديقة كي تحالة عنده بالعكس أخذ الجانبي ممكن أساوي صديقي العزيز ممكن إنه أساعده بهواء أمور أخليك شخص عادي حال من حالي عندنا واحد من الأصدقاء كده أحب وجهنهم التحية إذا كان يتابع عنده واحد من أخوانه يعاني من متلازم الدون يروح للجم ياخذو إياه يروح للمسبح ياخذو إياه يطلع ياخذو إياه أقسم بالله يعني ما شاء الله على الذكاء اللي شاينه دعينا عن الحالة اللي يعاني منها بس هو ممحسسة إنه كفة حاجز بينه وبين الحالة اللي يعاني من عندها بحيث هو دي يتعامل كلش طبيعي طريقة كلامه كل الأمور كلش طبيعي فأنا موضوع أشوف إن الجانب الأكبر يقع على الأهل لأنه هو يقضي الساعات الأكثر وياهم نعم ست شفاء الشمر يعني إحنا رح نوصل للدقائق الأخيرة من حمر هذا اللقاء الجميل ونتمنى أن تختمي بفاد رسالة معينة تحبين أن يتواجهها لكل من يشاهدنا والأهل تحديدا أتمنى من كل الناس أن ينظرون بعين العطف نهيجي فئة من الناس وشرائح يعني لازم نأخذ بإيدهم ونوصلهم إلى بر الأمان هاي بالنسبة للمجتمع والأسرة وبالنسبة للحكومة يعني يا ريتي درجوهم بأعمال يا ريتي خلو لهم نسبة من العقود من الشغلات اللي جاي تطلع يعني ندرجهم بالوظائف نخليهم فتقيمة بالمجتمع ولهم قيمتهم موجودة يعني يستحقون هما أنه نوقف بجانبهم ووصلهم إلى بر الأمان طبعا شكرا لحضرتك الباحثة الشمعية استد شفاء الشمري طبعا بالتأكيد نحن نستمر وياكم لكن لازم نعرف أنه ذوي الاحتياجات الخاصة مو من اللي محتاجونها بالحقيقة أحنا اللي محتاجيهم أول شي حتى نحس بقيمة النعم اللي الله منطينا إياها وما يكونوا حلقة وصل بيننا وبين رب العالمين حتى الله يدفع عنا شر الوباء والبلاء ودائما يبقي الجانب الإنساني موجود بنا هذا اللي احنا يميزنا مستمرين معكم ومعكم كاملين باقي فقراتنا لكن بعد الفاصل